في اليوم التالي من رئاسة المجرى الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي قام فيكتور أوربان بزيارة العاصمة كييف أولاً ومن ثم موسكو وبعدها لبكين وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن شي جينج بينج يقدر بشدة جهود الوساطة التي يبذلها رئيس الوزراء المجري وأوضح أوربان أن هذه مهمة حفظ السلام وتتلخص في جلب كييف وموسكو إلى طاولة المفاوضات فيما علق زيلنسكي لاحقاً على جهود أوربان الدبلوماسية أوربان كان في كييف ثم توجه إلى موسكو لم أكن أعلم عن زيارته إلى موسكو هذا هو قراره المستقل أما إذا كان يمكن أن يكون وسيطاً لا توجد وساطة بين أوكرانيا وروسيا ولا يمكن القيام بدور الوساطة إلا من خلال التحالفات الجادة والقوية حيث يمكن للعالم أن يجبر روسيا على وقف هذه الحرب أعتقد أنها يمكن أن تكون البلاد المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي ليس فقط دولة واحدة من الاتحاد الأوروبي بل الاتحاد بأكمله ويمكن أن تكون هذه بالفعل مهمة الوساطة وعقب زيارته لبكين نشر أوربان على شبكات التواصل الاجتماعي أنه في طريقه لواشنطن لمواصلة ما يسمى مهمة حفظ السلام وبعد ذلك قال أن اللقاء مع الرئيس التركي أصبح جزءاً من هذه الجهود ولا يتمتع رئيس الحكومة المجرية بتأييد من الاتحاد الأوروبي حتى يستخدم أوربان منصب الرئاسة الأوروبية دون موافقة الأعضاء الآخرين وحتى الآن لم يقم الاتحاد الأوروبي بإنهاء صلاحياته قبل الموعد المحدد ولكن بروكسل لديها الإمكانية للقيم بذلك في هذه الحالة تتخذ غالبية دول الاتحاد الأوروبي موقفاً مختلفاً عن موقف المجر من الطبيع أن هؤلاء المسؤولين الذين يجلسون في بروكسل بشكل دائم ولا سيام شار ميشيل كانوا غاضبين جداً بشأن هذا الأمر لأنهم لم يواجهوا سابقاً مثل هذه المواقف وعندما بدأت بعض الدول لتحركاتها الخطيرة لم يتم التنصيق معها واعتبر أوربان الهجوم الصاروخي الذي شنه الجيش الروسي على مستشفى آخمديت للأطفال في كييف تأكيداً لموقفه ولكنه لم يدن روسيا في رسالته على شبكة التواصل الاجتماعي بكلمة واحدة للعمل الإرهابي الذي ارتكبته لقد أكد الهجوم المساوي والمروء على كييف مخاوفنا فكما كان متوقعاً وصلت وحشية الحرب الروسية الأوكرانية إلى مستوى جديد ولهذا السبب أطلقنا مهمة لحفظ السلام قبل تسعة أيام ويؤكد الخبراء بأن بروكسل قد تقصر مدة رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي وقد توكل هذه المهام إلى بولندا وبحسب اللائحة يجب أن تتولى وارسو رئاسة المجلس اعتباراً من الأول من يناير عام 2025 اعداد يوليا بيل لقناة يوتيفي عربية